من الاخر مع محمد شبانة وصباحكم دايما زي الفل احداث قوية جدا والصبح حكم محكمة بعزل رئيس نادي الزمالك من منصبه واخر النهار القصة بتاعت كهرباء واللي تسربت في كل وسائل الاعلام والعقوبة الغريبة القوية مش قوية في انها يعني عادلة لا قوية في انها فيها نوع من المبالغة جدا 12 مباراة اقاف لكهرباء وغرامة مليون جنيه وانا مش من الناس اللي بتحب تدي امثلي يعني اقول قبل كده فلان عمل كذا تخانق مع رئيس الاتحاد في الملعب او فلان تخانق مع اللعيبة الفلانية او فلان غنى وشتم حصل كذا او فلان ضرب لعيب او لعيب عمل ايه او حاكم عمل ايه يعني انا مش حدي امثلة لحاجات سابقة واقول العقوبات رغم ان المواقف كانت افدح من كده بكتير الا ان العقوبات برضو كانت اقل من كده بكتير انفهمي وقال بوضوح في تصريحات واضحة ان اللجنة قررت تغريم كهرباء مليون جنيه مع اقاف اتنين وعشرين اتناشر مباراة وهذا الاقاف الحقيقة كان او هذا القرار كان مصار دهشة كبيرة جدا من المسؤولين في الناد الاهلي ولانه ما وصلهمش قرار رسمي الا ان تصريحاتهم برضو مش رسمي يعني في ناس في الناد الاهلي عملت تصريحات كده نسبت الى مصادر مسؤولة او مصدر مسؤول قالك على اي اساس القرارات دي او القرار ده صدر هقولكو كمان حاجة يعني قالك ايه قالك او ثلاث يوم او خمس يوم او بعد اسبوع بتصدر العقوبة لكن تقعد اربع شؤور دي جديدة الحقيقة في عالم كرة القدم تاني حاجة قالك هل تم انتداب بص بالظبط كده فريق فني معتمد من مختصين لتحليل فيديو الواقع قالك ان الفيديو الواقع ده مش سليم اللي هو استند لي نادي الزمالك في شكوته اللي هو تطاول كهرباء على جمهور الزمالك زي ما الزمالك قال وقالك انه الاهلي قدم فيديو تاني بيوضح ان اللاعب ما قالش هذا الكلام وان فيه صوت متركب على الصورة وبيؤكد ويوضح براءة اللاعب من تهمة سب الزمالك او الاساءلي او لجماهيره تالت حاجة المصادر في النادي الآلي اللي بتقولها ازاي لاحيا بيجوز الجامع بين العقوبتين في وقت واحد يعني ازاي اقاف وفي نفس الوقت غرامة ما هي اقاف يا غرامة دي جديدة دي رابح حاجة القربي بيسأل بك العقوبات على برضو رئيس نادي الزمالك لان العقوبة اللي اعلنت او صربت من نجرة الانضباط بتقول كمان اقاف رئيس نادي الزمالك عن حضور المتشد ثلاث شهور وغرامة تلتبية الف جنيه فقالك هو ازاي العقوبة دي هتطلع على رئيس الزمالك اللي اصلا اتعزل امبارح بحكم محكمة من منصوبه بحكم قضائي كمان بيقولك الاهلي ما اضطرت من الاساس على طريقة اختيار اللاجنة دي اصلا لانها جت بعد بالتعيين بعد تدخل من وزارة الرياضة واللوايح بتوجب انها تكون بالانتخاب من الجمال العمال الاتحاد الكورة لماذا نزرة في هذه الشكوة دي اخر نقطة الاهلي بيسأل فيها بالذات الشكوة دي بالذات رغم ان الناد الاهلي قدم الكثير من الشكاة والتجاوزات لا يمكن السكوت عليها معايا بقى دي من شهر ودعوضوا مجلس ادارة اللي قال لنا هذا الكلام واحنا مرضناش نعلن احنا ملناش دعا ومش هنشيل المسئولية دي قلنا لهم اعلنوا ولان ضبط قالك انا مش هاعلن انا ما عندش ادارة اعلام عشان اعلم وانا اعلن لمن يعني وانا ازاي اعلن انا باخد العقوب وبعدها المجلس الادارة وهتقعد بقى القدسة دي حقيرة بين الطرفين طيب بعض الناس بتقولك هل عقوبة كهرباء دي اللي سربت عشان يقيسوا الرأي العام مقصود ان هي تتصرب في نفس يوم الحكم اللي صدر بعضل رئيس نادي الزمالك هل دي موأمة ده سؤال السؤال التاني هل الموضوع ده معمول عشان خاطر يحصل توازن جماهيري يعني الجمهور اللي صدر حكم بعضل الرئيس النادي اللي هو جمهور الزمالك وصدر جمهور الاهلي يصدر حكم بتاع الكهرباء اللي هو القرار بتاع الحكم يتلغي يتثبته يعني يفضل 12 مباراة ومليون جنيه يتقول لا والله كفاية بدل 12 يبقوا 6 مثلا يعني والمليون يتشالوا او يبقوا 500 او يبقوا 300 او يتسابوا زي ما هم او تتلغي العقوبة دي خلاص يقول لك ملهاش نص قانوني ومش جائزة وصدر عدل الشترباجي قال لنا لما سألناه ان كهرباء من تاريخ اعلان العقوبة رسميا يعني عندما يتلقى الاهلي الخطاب الرسمي من اتحاد الكورة بتوقيح هذه العقوبة كهرباء عد معاه 10 ايام يستطيع ان يستأنف وخلال العشرة ايام اذا استأنف كهرباء بتلغى العقوبة وتعلق فورا لحين اصدار الحكم التاني في البد في التظلم اللي قدمه كهرباء يعني ممكن لاجه التظلمات تلغي هذا الكلام او تسيبه طيب 12 مباراة محلية وتعمل انتحاد الكورة في المواقف اللي ازاي دي ما بيبقى السلام عليكم متابعي قناة اكسرا كورو طبعا كلنا شفنا في الايام اللي فاتت النادي الاهلي وهو بيفوز على فرقه بنتيجة 3-0 ومبارايته في بطول الدوري ابطال الفروكيا والنجاحات اللي تمت والفوز اللي تم خلال الفترة اللي فاتت ناعمل ان ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يستمر على كده وتكون نتائج ايجابية ويقدر يحقق المواقف بالنسبة لكلر لحد دلوقتي من ساعة ما جاء ما يخسرش غير اربع مباريات من ضمنهم مباراة مع فلامينجو ومباراة مع ريال مادريد فدول طبعا ما بيت حسبوش ان دولوا اعتبر مباراة تقيلة يعني انت معرض بالنسبة كبيرة جدا جيل هزيمة النهاردة كان لجنة الانضباط اصدرت بعض القرارات والعقوبات بالنسبة لنادي الاهلي ونادي الزمالك وهنعرض على حضراتكم دلوقتي وهنقدر نعرف هل فعلا العقوبات دي تستحقها ولا لا وفي حاجة غريبة جدا بالنسبة لعقوبة كهرباء اتناشر مباراة رغم ان احنا رجعنا اللايحة بتاعة المباراة لقينا اقصى حاجة لايقاف هتبقى ستة مباراة فاحنا هنعرض عليكم دولوقتي العقوبات عقوبات من لجنة الانضباط ضد كهرباء والاهلي والزمالك واحد تغريم رئيس نادي الزمالك تلتمائة الف جنيه تسدد خلال شهر اتنين حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك ثلاثة تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك وتذكرته بالقواعد الانضباطية ده طبعا بالنسبة لرئيس نادي الزمالك اربعة ده بالنسبة لكهرباء ايقاف كهرباء لمدة اتناشر مباراة او لعدد اتناشر مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم او ربطة الاندية اتنين او خمسة تغريم كهرباء مليون جنيه تسدد خلال شهر برضو مليون جنيه دي نحط تحتها الف خط لان اقصى عقوبة للعبين بتبقى نصف مليون جنيه طيب ستة بالنسبة للنادي الاهلي تحذير النادي الاهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات او اشارات تنطوي على اخلاق على اخلال بالقيم والاخلاق والقواعد الرياضية سبعة تغريم النادي الاهلي 200 الف جنيه تسدد خلال شهر دي كانت عقوبات لجنة الانضباط النهاردة ما نعرفش هل ايه تخلى العقوبات دي تظهر دلوقتي رغم ان في الصبح كان فيه قرار اداري بعزل رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك المصر مرتضى من منصبه وزوال عضويته ده كان القرار ده تقريبا بعد الظهر فجد الوقتي اعلنوا او تسربت العقوبات بالنسبة لمحمود كهرباء والنادي الاهلي والزمالك هل فيه يعني احنا نحط تحتها الف خط بالنسبة للتوقيت ده لكن هنقدر نعرفه بعدين طيب كده كهرباء قدامه ان شاء الله برضو طلع مسؤول النادي الاهلي قالوا ان لسه لحد دلوقتي بالنسبة للتسربات دي ما وصلش اي حاجة رسمية للنادي الاهلي والتحاد الكرة ايضا قال ان ما وصل رسمية بالنسبة لاتحاد الكرة فهتوصل للحاجة رسمية بالنسبة لاتحاد الكرة هيعلن النادي الاهلي ومنها النادي الاهلي يحق بعد عشر ايام يحق للعب ان هو يقدم استقناف طيب حد يسأل ويقول خلال العشر ايام دي هل اللعب يفضل مقوف ولا هيلعب لا طبعا اللعب هيلعب تمام بعد ما يتقدم بقى الاستقناف بالنسبة لكهرباء سواء في اليوم التامن او التاسع او العشر كهرباء يفضل الفترة دي كلها هيلعب عادي بعد كده الاستقناف اللعب هيقف العقوبة هيقف العقوبة لحين البت فيها تمام هل بعد كده في حالة وقف العقوبة هل الكهرباء ممكن يلعب بنسبة كبيرة جدا ممكن ترجمة نانسي قنقر